اذا ما سعوكم سعيد نكملوا بعض التوضيحات خلال هاد المساء. اذا افضلا وليس امرا تكتروا من جديم الايجاب الليكات تكتروا من القليبات. اضغطوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. اذا الان واللي اللي تنشوفوا بعض الخارجات ديال البعض. هادوك اللي كانوا في الامس القاريب تيقول لك بانه النظام الاساسي نرفضه ولما كانوش الملفات الخلافية وفي مقدمتها خارج السلام بين مززوجتين اللي هو الدرجة الممتازعة لغسكون لاصحاب المسار المياني المحدود. ما تنقبلوش ما غننقبلوش بهذا النظام الاساسي. واللينا نشوفو الان تيقول لك وحنا متمسكين بتنزيل النظام الاساسي. وبتنفيذ الاتفاقات. في حين انهم في الاغلبية يتحدثون على الاتفاق ديال ثلاثين ابريل. يعني الاتفاق ديال الحوار الاجتماعي. وقلت لكم قبل وممكن ترجعوا الفيديوهات بان هديك النعارات مني تكون هناك الاحتجاجات الى اخيره. ويلجأون الى الشبيبة والى القواعد والى ما يعني يعني كل الامكانية ديال هم تيجئوا لها. من اجلي يعني نهجي سياسة لي الدراع. فقلت لكم بانه كين هناك وقلتها سبعمية الف سنة من الموسيقى احنا عارفين هديك شى اللي غيتنزل كل شى اللي غيتنزل لا في الحوار اجتماعي ولا في الحوار القطاعي ولا الميل فات لالفين وثلاثة وعشرين ولا عربعة وعشرين ولا اقمسة وعشرين لا ما كل شى بك تمتبع كل شى هاد يكون عارف. اذا اشجالوا. كان هديك الساعة قلت لكم بانه كين اصلاح منظومة يعني اصلاح القانون تنظيم الاضراب. اللي كانوا بدأوا بدأوا من شهر عشرق. وكانوا مسحبوش. وقال لك او ديه من بعد غاد ينديرو غاد ينديرو فيش تعديلات ويرا ما كنت تعديلات للتحاجر اني درت الفيديو موطق اش حال فيه مع الشيطة مني واربعين داك اش قادش حالا هنسوا ما يحيدو منك. فيه واربعين بون تقريبا ليبيا. ثم قانون النقابات وتعديل مدونات الشغل. وكانت رأسها سكوري وزير الشغل ادباج ولا اللي هنسوا منك حال اللي كنا قلنا ديه وزير الشغل هو اللي شده ديه القانون الاضراب وتعديل يعني قانون اه قانون تنظيم الاضراب تعديل مدونات الشغل اللي هي اللي تتهمه وقانون ديه ديه النقابات. هناك غد كونش حاجة ديه الحريات الى اخيري هدك شعرش النقابات بعض النقابات رم خارجين حتى لزينيو الكبار الى اخيري الموال في المتديروش رماتهم واقفين. اه الاصلاح انظمة التقاعد رت واحد متي هدر عليها رغاني الخدامين اللي جنارى قال سخدامها كل شيء رغاني بخدامين مع رأسهم. اذا هاد الملفات الان اللي كانوا ارضوها خلافية عندها علاقة باصلاح انظمة التقاعد ويستحيل يعني يارى النور وكانوا عارفينها وخدروا بها العصافر ويضاق من شهر خمسة من شهر سعود. عارفنا انها لن تنزلها الى في القانون المالية الفين واربعة وعشرين الا عند اصلاح انظمة التقاعد وقلنا هاتش. اذا الان من اجل التملص من المسئولية وتلميع الوجه ديالها دولك خارجي للبعض تقولوش حويش لي اصلا غد يكونو. كنا تنسمعو بتنصيقية دي الخارج السلام بين المزدوجتين اللي هو الدرجة المنتزة لاصحاب المسار المهني المحدود. ومن يتنقولو اصحاب المسار المياني المحدود هم الفئات التي تتوقفوا ترقيتهم في ترقية او ترقيتين. مش اللي امرقى ثلاثة المرات ولا اربعة ولا خمسة. مش سيباعي واحد يجي وغد يدخل. مسار المياني المحدود. كنا تنسمعو بتنصيقية ديال المقسيين من خارج السلام ديال الابتدائي. الان واللي نا تنسمعو بالنسبة التانوي واللي وباغي هين يديرو تنصيقية ديال يعني الزنزانة. تنصيقية ديال خارج السلام. يعني اللي مزنزنين في خارج السلام كثير من خمسة عشر سنة وما في خارج السلام. واللوتة وما باغين يديرو يعني اه تنصيقية دياله. هاده اش تنصيقية ديرو. درقة الانسان تكون عارفش كين. لان اصلا داخل النظام الاساسي غدكون هاد النظام الاساسي اللي غيكون وهادش اللي غيكون. غدكون هناك درجة جديدة. غدكون درجة ممتازة لاصحاب المسار المياني المحدود. وغتكون درجة استثنائية. هادك كينة غد يتكون. ليه اصلا عندهم المسار المياني دياله محدود. المثلا اللي تت يعني تتوظف بيه بالحضاعش. عنده اوريشيل. راي خاصو درجة استثنائية. عنده درجة ممتازة خاصو درجة استثنائية. ادن هاد المسائل كل شنة قيابات مطالعة على المسائل بالحدافة الريالة. راي من شهر تسعود. من تسعود مارس التالي خمسة وعشرين. يوليوز سبعة عشر جولق. انا ما كانوش تيلعبوك. كانوا هادك الساعات يديرو ليضي طاعي بند بي بند. لانه حتى النظام الاساسي. راي هو جاهز من الفين ووربعة عشر وهو في الرفوف. واجتازة ثلاثة ديال المراحل ديال الانجاز. اما هاد المرحلة اللي 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 دخلو بس اه فيها الاتفاق ديال 18 يناير. هادك راي المرحلة الرابعة. مرحلة الانجاز الرابعة والاخيرة. سيروا اللي لعبوه مع عشر واحدين اخرين. انا عارفين ذاك الشي اللي كن. اذا جامع البونود وجامع دا كانوتي يعني بوند بي بوند وفقرة بفقرة وحرف بحرف كانوتي في ذاك شي قادوا النظام الاساسي كامل. اه سالوا منو. عارفوا المبادئ الاساسية. اللجنة التقنية المشتركة اتنين وعشرين. من يكمل التطقيق المالي والمضامي المالية. ديال الاتفاق ديال 18 يناير. يعني قدمت داك الشي اللجنة العليا. نهار 23 شو تانبير الفين واثنين وعشرين. انتهى وصافي فضاو. دارو لجنة ديال سياغ النظام الاساسي را كانت خدامة. ولجنة ديال مراجعة اه يعني اه اه منظومة التعويضات. والامور كل شي كاملة الان. اذا هم عارفين الان بانها غد يتكون درجة استثنائية. جيين باغين يخرجوا لنا تاني. هذين من هنا تبلك اهلورة واللي خدام. يقول لك بانه باغين يديرو اه تنشيقية ديال الزنزانة ديال درجة يعني القابعينة في خارج السلام. وواحدين اخرين في في 11 يقول لك باغين درجة الممتازة. خارج السلام. واللي في خارج السلام تيقول لك باغين درجة استثنائية. وفكها من خلطيها وجلطيها. اذا الان اللي اتطافقوا عليه. واللي غادي ينبيه. وهو التدرش. اللي هو اتطافقوا عليه اصلا. كل شيء او لا شيء ما كينش. هما عارفين ومتطافقين عليه. وغادي ينزلوه وغادي يوقعو الى اخيره وغادي يدخلو في الميل فات تاني اللي غادي تكون في 24. وغادي تبقى غادي المسرح هي محلوك. اذا هاد الشي اللي كان بالنسبة للش. بالنسبة الواحد الاخ كان. اه مدان انه جاوبني بواحد اه. لا باقى سأى انا رأى دائما ما عمرني تنكون يعني صباق الى تهجم على اي كان. لان انا مش الهدف ديالي ان نتهجم على شيء اي حد. الهدف ديالي هو ان ننوصل المظلومية ديالي ندافع عليها. حتى ترى النور وننصفوه ونصفوه. الفئة اللي جد متضررينة بحالنا. وننضوره 120. فقط هذا الشي هو الهدف ديالي. اذا هنا اهدرنا على الفوج ديالي تتة وتسعين ربعة وتسعين. واستدلق. وبدأت يقول لي يا بان احنا الفئة اللي جد متضررينة. اللي اتكاربسات اللي ما دارس الى اخيري. في حين ان هذا الفئة وهذا الشي اللي دليتي به. يؤكد انا مني تنهدار على الشي فئة. فانني اتجه رأسا الى النقابات التي ساهمت في في تنزيل النظام الاساسي ديالي الفين وثلاثة. في بناء نظام اساسي جائر اتفاق منتصف الليل. وايضا وجه خطابي الى المصالح الادارية التي كانت صاهرة. على معالجة الملفات بعشوائية. وعلى مدينة فض النزاعات والسؤول القانونية التي يعني تؤجج الاوضاع. وتفتعل الخلافات والنزاعات بتأويلاتها الخاطئة. وعلى سيبيل المثال. هذا نجوب على هذا الفوجين ديالي ربعة وتسعين تلتعة وتسعين. ودائما كنت اقول واكررها بان الضحايا الاصليين الذين كانوا جاءوا بين المطرق والسندان. هم الافواج ديالثمانينات اللي توضفوا بالبكاريو تعينوا بالثامن. من ذاك جاء جاء بن كيران وقال لهم اي واحد متقاعد ما بقاش الاطار الرجعي وبالتالي تخلصوا منا وقبلوا الملف ديال المزاولين. غاللي مزاولين واللي عنده الحق. والمتقاعد وخيكون مستوفي الشورط وخيكون عنده داك. قال لهم لا. بن كيران اللي تتحمل الوزر ديالكولش هاد الملفات وهادش تراكم هاد لم لك حل الده. مدار هزوينتا ومعتاش واحدة. اجلان كان الاحصال الاول من سمعود وسبعينتا הזتا وتمانين تخرجين بالتامن بالبكالوريا تعينين بالبكالوريا اه توضفوا بالبكالوريا تعينوا بالتامن بتامن من ثمانين كل� result80 تلةعينة. جاءوا بين المترق والسندان بين الامتيازات ل encontrar اصحاب لاجازة اللي توضفوا من الدق وما جارهما اللي توضفوا من 87 وما فوق. وبين الاقدمية العامة ديال اللي غادي قد مرور صندحايا النظامين الى آخيره وبأن اي فئة خرجة تقول لي كان اللي مدلونة انا اللي محوسقة انا اللي ديرا انا اللي هذي. ورا ما عمرش متهم تقول لك وخلقا يندو شادا في الدو. ما يقول لك راني 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 جاني. دي من كلهم تقول لك راني باري. ورا مدلون. ورا دي رجلق يجمل. مهم. وجاءوا بين يعني السندان ديال بين المطرقة والسندة. المطرقة ديال من توظفوا بالاذاء والدوق وما جاوروا من ثمانية والفوق امتيازات لقوة الحصدوه الى اخيره. من بينهم هذو اللي عندهم دركة تقول لك خارج السلة. والسندان ديال اصحاب المرتبون في السابع من اثنين وسبعين تلت سعود وسبعين. ليهما من بعد اللي غد يقولوا جيين وهارفين بالاقدم العامة في الفين وثلاثة وغيتقيدوا معنا بالمادة مية وطناش فارفورس وبالاقدم العامة يدولينا الترقية ديالنا وحنا نتقاعدوا بالتاسع. في حين انا ديول السبعينات انا داك كان البلافو هو التاسع. ومرقين جوج مرات مبقاوش يتسالوش يعني نمي تندوزو احنا. الباكالوري اه الباكالوري يمني تعيين احنا بالباكالوري بالثامن في ثمانين. في النظام الاساسي الخمسة وثمانين ارا تحدث اوتوماتيك مو تحدث نضاء داك السلم العاشر. اذا تحدث على اساس اللي توضفه بالثامن مش اللي توضفه بالسابع. اذا مينيجاة المادة مية وطناش فارفين وثلاثة احنا لو لن خلصنا تنطرقعوا احنا. على شو ما داروا الوضعه? السلم التاسع بتاهم انقيرات على اساس صحاب تمانينات مش صحاب سبعينات. الموهي. مينيجاو في خمسة وتسعين. ولا الباكالوريا يعينوا بالتاسع. قاموا باستدراك الفوجين. ثلاثة وتسعين ربعة وتسعين. حين تدركوا هادا كل ما تيبغيش يفهم. تيبغي فمال لفراسه. لانو تيمشي يبيوع بالعاطفة وبيدك. احنا رمعدنا لا عاطفة لاتيق لي خليك مجردين من العاطفة. ما كينغلي كينك هنا ما كيناش ما كيناش. ثلاثة وتسعين ربعة وتسعين. راكم ما تدريتهم اوالو. خمسة وتسعين. تعينتوا في التاسع. ما تقول شلي يتضررت. وش لي عنده ستتشور في التاسع في التامن. تعين في التاسع. من تامن داز من تامن لتاسع بيستتشور. وش انها. دي والثمانينات. نظرة على راسي. دزت من التامن لتاسع بياربعة عشر سانة. وانت توظف فيه اربعة وتمانين في اربعة وتسعين. بعد ستة شهر في التامن. تعين في التاسع. على ستة شهر. من التامن لتاسع على عام ونص. عام ونص في التامن. وتتقول مضرور. باش مضرور. وجاءوا في الفين وعطاعش. وخاجة متأخرة. في الفين وعطاعش. وعوضوكم. على هذيك الفترة دي للتعين في التامن والتعين في العاشر. واستافدتوا من المادة مياثناش يعني من السنوات الاعتبارية. استافدتوا من المادة مياثناش مكرر ست مرات. وتعوضتوا في هذيك السنوات. بحالة وليتوا الفوج دي لتاتة وتسعين بحالة ولا يعني معين في التاسع من ثلاثة وتسعين. انه را عوضوه. ربعة وتسعين ولا تاوامن ربعة وتسعين متعين في التاسع. انه المادة مياثناش ست مرات عوضتكم في ذيك الفترة الفاصلة بين التعين التامن والتعين في التاسع. في حين حنا في غمسة وتسعين. اللي عنده ربعة عشر سنة في الثامن. وحنا عدنا اطناعشر سنة في الثامن في خمسة وتسعين. وما تعينناش في التاسع في خمسة وتسعين. اذا شكل مضرور. واش اللي عنده اطناعشر سنة. وما داش في خمسة وتسعين. ولا اللي عنده ستة شهر ولا عام ونص وتعين في التاسع في خمسة وتسعين. في حين في 2014 عوضوكم فقط انتم وديال تمانينات ما عوضوهمش حرموهم مادة 115 مكررة 6 مرات في حين انها تستهدفوا كل لتوظفوا اللي كانوا تيخضعوا النظام الاساسي ديال 1985 وديال تمانينات هم تيخضعون النظام الاساسي ال85 وعندهم نفس الشروط بحالكم تاهم ما عندهم باكاريوهم تعينين بالتامن هاد الشي اللي وليتوا شادين فيه تتقولون لنا معضا حايا النظامين تتقولون احنا تخرجين بالتامن توموا اللي تتابعين للتاسع ماشي للتامن ما عشر سانة عادنا بالتامن في 95 وما دخلناش للتاسع تقيني التل سبعة وتسعين تدخلنا على 14 عام من التامن للتاسع انتم مرات دخلتوا غاب 6 شهر من التامن للتاسع وتعوتوا بسانوات اعتبارية استافتوا من المادة 15 مكررة 6 مرات احنا نرى الان مادة 15 و 112 ما استافدناش منها تخرجنا التقاعد وتوظفنا بالتامن وتقاعدنا بالتاسع اذا شكل مضرور شكل عنده الاولوية والاسباقية راه مين ايجا بن موسى قدار دراسة تفصيلية الفرز التصنيف والترتيب حسب الاولوية ما كيش تيلعب وتم حصر جامعية تزاوزت الخرقات والعيوب والتحراميات ومع المرات تعاود الهريف والغميق واللي عنده واللي كان مضرور هما الاول اللي غاديت نصفه لانكم كنتوا اصلا تتسالوا كرة ميني جات المادة في الفين وحداش كرة استابدتوا منها علش تحرمتوا منها لانهم اصلا اعتبروكم بانكم تابعين للسلم التاسع ومشي للسلم التامين مشي لضحايا النظامين مشي للشيوخ انتم لستم شيوخ لاحصادي للشيوخ دل ضحايا النظامين من ثمانين تلستة وتمانين لاحصال اول والاحصال تاني المرتبون من ثنين وسبعين حتى السعود والسبعين هدو مضحايا النظامين وحرمانكم من المادة ميو اطناش اللي قامت بالمراجعة ديال من الفين وسبعة الالفين وعشرة خير ودريل انكم مشي من ضحايا النظامين وخاقتوا عندكم تعيين الاول تامين علش لانكم تعيينتوا مباشرة في السلم التاسع وتم تعويضكم بالسنوات الاعتبارية في الفترة الفاصلة بين التامين والتاسع اذا هذا الخرق السافر يتحمل مسؤولية المصالح الادارية والنقابات والوزارة ومدير السؤال القانوني وفض النزاعات وكل من كان يتلاعب بالترقيات لنتفاجأ في الفين وتسعطاش بعد ما تم اقساؤكم من هذك المرسوم لان اصلا لستم ضحايا النظامين وخب خرجين بالتامين بعد ما خرجتو ودرتوا وقفات ودخلتنا قابلة عارفين احنا ودرتوا وقفة وكانتشتقعت تصم قدام موارد البشرية الى اخيري وتحت الضس التوحد من سايق الخبار عاودوا حينوا الوضعية ديالكم الادارية واستفدتم من ثلاثة سنوات اعتبارية من المادة مياء وخمسطاعش مكررة ثمان مرات في حين ان المرسوم جوز سعطاعش خمسمية وربعة كان صريحا وواضحا في الانطيت دياله بقى لحد الان ان اي واحد مستفد من سنوات الاعتبارية من المادة مياء وخمسطاعش لا يمكن له ان يستفيد من مضامين هذا المرسوم لان هذا المرسوم كان فقط خاص غير السنوات الاعتبارية وبما انكم استفدتو من المادة مياء وخمسطاعش مكررة ست مرات وعاود استفدتو تاني من المادة مياء وخمسطاعش مكررة ثمان مرات فهذه سابقة وما عمرها كانت نيائيا وما كان الشفئة استفدت من المادة مياء وخمسطاعش جوز مرات وهي تستفد من المادة مياء وخمسطاعش استفد من المادة مياء وخمسطاعش مكررة ست مرات في حين ان من توظفه بالسلمي الثامن وتقاعده بالسلمي التاسع لم يستفد من المادة مياء وخمسطاعش مكررة ثمان مرات وثم اقساءه كضحية من ضحايا النظامين في الوقت لانه رغم انه تواع عنده نفس الشروط ومتعين ومتوظف التوظيف الاول بالتامين علاش لان هاد عديانين الله الكافر بالله يالك الضحايا لهم اصلا مزورهم تتسالوا التنمي يالك خلص يكون متقاعد بالعاشر او مرتب حاليا في العاشر ليستفد من المادة مياء وخمسطاعش مكررة ثمان مرات وبما انه مرتب في التاسع او متقاعد في التاسع وهو من شيوخ ضحايا الزنزان التاسع تجيب المادة مياء وخمسطاعش مكررة تسع مرات باش يحلوا بها قالك مي الف ضحايا الزنزان التاسع ومرة تحلوا بها غير الفوجين الفين واثناش والفين وطلطعش الفين وطلطعش الفين وطلطعش خريز السلم التاسع وتديروا حصريا انك خلص تكتور خريز السلم التاسع عندهم غير ستة شهر يلا بخرجين في الفين وطلطعش الفين وطلطعش ويعطوهم ربعات سنين اعتبارية وكل سنة فوق عشر سنوات تحتسابه من اجل الترقي الى السلم الحادي عشر ونحرم من المادة مياء وطناش مكررة تسع مرات رغم نحن الشيوخ نحن من قيدنا الاوائل بالمادة مياء وطناش من الفين وثلاثة ألفين واربعا الفين وخمسة بطرقية استثنائية بالمادة مياء وطناش من اجل فك الحصار على السلم التاسع يعني القاعدة خمسة عشر على سستة استثنائيا في حدود اربع سنوات من تلطعش جوش الفين وثلاثة الى تلطعش جوش الفين وسبعة بمفعول مالي ويطبقوا فينا القوطة وانتقاعدوا بالتاسع والفلوس ديالنا اللي احددت لأزيد من ثلاث سنوات قبل حدفنا من الاسلاك وتقييدنا اللي ازيد من ثلاث سنوات قبل حدفنا من الاسلاك يدوغزوا بيا اصحاب الحضاعش للانتي كاعروا يقول لك خارج السلم قد يدوغزوا بيا هادوك اللي يردوهم ضحايا النظامين اللي تقيعدوا من 2012 2018 اللي دوغزوهم وعطوهم فلوس ديال الدولة بلا بدون حسيبين والعراقين وحنا اللي كنا ضحايا النظامين الاصليين نتقيعدوا بالسلمي التاسع فلحنا استافدنا من المادة ميو خمسطاعش مع ضحايا الزنزان التاسعة الفالسيفية ولحنا استافدنا مع ضحايا النظامين الفالسيفية كل شي فالسو في فالسو فمينتي جو فئات اخرى ونموذجا ثلاثة وتسعين ربعة وتسعين وفي سابقة استافدو جوج مرات مية وخمسطاعش مكررة ستة ومية وخمسطاعش مكررة تمان مرات ومقصيين من المرسوم والهم لكحال ويحينوا الوضعيات الادارية ديالهم ويعطوهم سنوات اعتبارية وإحنا قسونا بدون رحمة ولا شفاقة فدائما لان نحيي الأحرار والحرائر فعلا لوقفوا معنا وبقاهم استمرين معنا لأزيد من ثلاث سنوات ونصف نشكرهم جزيلا الشكر لأنهم وقفوا معنا فعلا ونحن لا ننسى الاياد يعني البيضاء النظيفة التي مدت لنا بالخير ابدا اذا نشوفكم فيديو اخر شكرا لكم